بسم الله نبتدي بدا ونلتمس رضا سبحانه جل علا به نستعين وعلى هدى نستقيم اللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم أهلا بحضراتكم يا أهل الخير منتكلم النهاردة عن ولا تنسوا الفضل بينكم فكرة أن الناس بيبقوا عاشين مع بعض كواسين وحبايب والأمور تمام وكل شيء على ما يرام مرة واحدة بيحصل خلاف اختلاف أيا كان زي ما تحب سميه سميه فأحيانا حتى تلاقي الواحد متجوز وتلاقيه خلاص بدأ ينفصل وإيه بعد عن مراته والكلام ده فسيدنا النبي عليه الصلاة والسلام تعلمنا منه أنه لما يحصل حاجة زي كده نعمل إيه نفتكر دائما الحاجة الحلوة مش بمجرد ما يحصل خلاف بينه وبينك والكلام ده نبدأ بقى نطلع لبعض زي ما قوله كده السليهات والكلام اللي مش كويس وكل واحد عارف حاجة عن التاني أو ماسك حاجة عن التاني يبدأ يطلعها هل دا من الدين الإسلامي؟ فكرة أن دايما تبقى العلاقات بيننا حتى لو فيه اختلاف بيننا يبقى فيه ود وفيه احترام وفيه حاجات كثيرة هنتكلم فيها أكتر مع شيخنا الفاضل والجليل الشيخ وليد العويسي من علماء الأصدر الشريف الحمد لله رب العالمين وصلاة وسلام على أشرف المرسلين ورحمة الله للعالمين سيد ولد آدم على الله ولا فخر اللهم صلي وسلم وزد وبارك عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك أجمعين والله دكتور موضوع رائع وتلك آية من كتاب الله تبارك وتعالى ولا تنسوا الفضل بينكم ربما هذه الآية نزلت في حكم فقهي وهو إذا تزوج رجل امرأة ولم يدخل بها فوجب لها نصف المهر فربنا سبحانه وتعالى قال إيه ولا تنسوا الفضل بينكم خلي بالك يا إما هي تعفو عن الصدق بتاعها أو هو يعطيها المهر كاملة وهذه نزلت في مطعم ابن جبير عندما زوج ابنته لسيدنا سعد بن أبي وقاس سيدنا سعد ما تجوزهاش فوجب لها نصف المهر يعني هو ما دخلش به فسيدنا سعد أعطاها المهر كاملا فقالوا ليه قال هذا هو الفضل بيني وبينه تمام مش على العكس بقى لما يحصل مشاكل ما بين الأزواب وبين غيرهم تلاقي بقى الإشعاعات وتلاقي التقطيع في السيرة وتلاقي يعني وتلاقي أمور ما أنزل الله بقى بنوصل للمحاكم أحيانا يعني ده محاكم ويبقى فيه أواضي لا تحصى ولا تعاد والمحامين بقى يشتغلوا والشهاد الزور يشتغلوا كل ده عشان إيه طيب جميلة ما قولنا فكرة حتى يعني لما بيحصل طلاء يعني فكرة اللي هو العدة إيه الغرض من العدة لما بيحصل الطلاء ورغم ذلك خلاني تكلم تحديدا يعني أحيانا ممكن تكون بيرتطلق النهاردة وتاني يوم يقولك الفنانة الفلانية مثلا ليه تحديدا بتكلمها على الفنانين لأن الأخبارهم تبقى موجودة في السوشيال وبنشوف الفيديوهات مباشرة يعني بيرتطلق النهاردة ويقولك بتحصل بتحضر مهرجان كذا حفلة كذا فرح كذا رغم أنها ممكن تكون متطلقة النهاردة وتاني يوم مفيش حاجة اسمها عدة إيه الغرض من العدة مولا؟ والله هو الغرض من العدة هو استبراء الرحم يعني لو هي هتتجوز واحد تاني فلابد أن هي تعود فترة من الزمان خلاص هي تطلقت تعود فترة من الزمان إن كانت من أصحاب الحيد فتنتهي فترة الحيد مثل ثلاثة كرؤ أو إن كانت حامل في عدتها تضع الحامل بتاعها أو تمكس أربعة أشهرين وعشر بعد كده تتجوز كيف هي ما تشهر الموضوع في جزء مهل احترام وتقدير أيضا للزوج وكأن الانفصال ده يعطب خلاص هم انفصلهم طبعا مش هيرجعوا لبعض بس يكونوا يسلم عليها أو يعود معه ليس مشكلة خالص لأنهما مش هيرجعوا مع بعض ولا يعشر بعض بعد كده فالمراد من العدة هو استبراء الرحم من الحامل أو غير ذلك حتى ولو هي عايزة تتجوز واحد تالي ولا تنسوا الفضل بينكم مش شرط في الزيجة فقط في كل المعاملات بين البشر لأن المعاملات الدكتور بين الناس مش معاملة عبارة عن ند أيها يعني عبارة عن إيه أسلوب منفعة أنا بكلم حضرتك عشان عايز منك حاجة وبعد لما تخلص هذه الحاجة خلاص بنروح لا المعاملات بين الناس معاملات متراكمة يعني على مدار السنين أنا مصاحب الدكتور محمد بقالي عشر سنين مش علشان موضوع تافه أنفاص المبيل مش علشان موضوع تافه أقول عليه ما ليس فيه تمام ولا تنسوا الفضلة بينكم كان فيها عشرة كان فيه مواد كان فيه رحمة حافظ على هذه المواد ولا تنسوا الفضلة بينكم زي ما بنقول كده ما قولنا دايما نفتكر لبعض الخير المواقف الكويسة لنا حتى لو جيت في موقف وحصل موقف سيء أو أنا زعلان منه أفتكر دايما الخير أو الموقف المعين اللي كان حصل من الشخص اللي قدامي فأبدأ النهار ده أبرر له يعني وده بنسميه الإنسان ابن الأصول المتربي دايما يفتكر الخير دايما يفتكر الحسنة أما الإنسان السيء هو اللي بيدور على الحاجات السلبية في صحبه عشان ينشرها ما بين الناس عشان يبغض الناس فيه ربنا سبحانه وتعالى ما أرد ذلك عايز ينبهنا الحاجة ولا تنسوا الفضل بينكم فلابد أن تكون هذه الآية موجودة في حياتنا موجودة في المدارس موجودة في المساجد موجودة في العلاقات الأسرية خلي بالك ربك سبحانه وتعالى يعاملك بالفضل وليس بالعدل تمام يعني ما فيش أي إنسان هيخش الجنة بعدل ربنا سبحانه وتعالى لأن العدل هو إنك تعطي كل الذي حق نحق ما فيش حد يدخل الجنة بعدل بفضل ربنا سبحانه وتعالى لكن حكاية العدل كل يدخل بفضل ربنا بفضل ربنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى الفضل ما هو العدل في نفس الوقت يا مولانا ما هو العدل موجود بس ممكن العدل بتاعك يبقى متساوي تمام يبقى حسناتك زي سيئاتك أو سيئاتك يعني أوعد فكر إنك هتدخل الجنة بأعمالك الله يكرم أبدا فإنت كده مفكر إنك لما تقيس أعمالك والكلام ده مع حاجات تانية إنك كده خلاص دخلت الجنة الفضل هو زيادة زيادة عن العدل بفضل ربنا بفضل ربنا سبحانه وتعالى يعني ربك سبحانه وتعالى لما تقف قدامه هتلاقي فيه حسنات مش موجودة خب أنا فعلت كده يا رب قال هذا فضل من الله سبحانه وتعالى لك يا رب زي ما سطرك في الدنيا هيسترق في الآخر هذا من فضل ربي صحيح ربنا يا رب يعني معنا جميعا في الجنة الله ومامين خلينا نروح بقى لأهل الخير ومع فقرة الخير وعندنا المجمع الإسلامي بقرة أبو المعاطئ الباز بمركز بني عبيد بمحافظة الدالية نشوف المجمع وصل ليه ونرجع بإذن الله نكمل مرة أخرى مع أهل الخير في بيت من بيوت الله تبارك وتعالى أذن الله في هذا المكان أن يرفع وأذن أن يذكر فيه اسمه سبحانه وتعالى كما قال في القرآن الكريم في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار لماذا يا رب؟ ليجزيهم الله أنت تكفلت ببيت من بيوت الله الجزاء من الله لن يوفيك أجرك إلا الله ليجزيهم الله أحسن ما عملوا الله أكبر الله يقول هذا أحسن ما قدمت هذا أحسن ما أنفقت فيه هذا أحسن ما عملت في حياتك ليجزيهم الله أحسن ما عملوا الجزاء يا رب ويزيدهم من فضله يلا أنفقت في بيت ربنا يلا تصدقت صدق في هذا البيت المبارك الله سبحانه وتعالى وعدك أن الله هو الذي يجزيك وأن الله يزيدك من فضله الله أكبر والله يرزق من يشاء بغير حساب من يشاء الله سبحانه وتعالى لأنه هو المطلع على صدقتك لأنه يعلم إخلاصك يعلم مدى حاجتك إلى هذا المال والله سبحانه وتعالى حينما تحدث عن الإيثار قال ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة مش فكرة اللي يحتاجوا البيت يحرم على الجامع ده كان مثل من الأمثلة المدسوسة للأسف لتضييع دين المسلمين لا ده كان المقصود جامع الجباية اللي بيجمع الأموال قصرا والضرائب قصرا زمان من المسلمين قال لك لا ده الوقت اللي يحتاجه الجامع يحرم على نفسي ويحرم على ولدي ويحرم على روحي ما دام بيت من بيوت الله سبحانه وتعالى وقفنا عند هذه المرحلة مرحلة صبت السقف في المجمع الكبير بقرية أبو المعاط الباز والحقيقة اللي وصلنا له دلوقتي كان حلم كبير كان حلم والله الذي لا إله غيره رأيت دموعا في أعين بعض أهلنا هنا في هذه المحافظة المباركة محافظة الدقاهلية رأيت الدموع في أعينهم حينما التقيناهم أول مرة ولا أنسى هذا المشهد على باب هذا المسجد وكان مسجدا صغيرا حينها وقلنا جئنا بإذن الله تعالى لنجدد هذا المسجد ونبني مسجدا كبيرا يحوي ويجمع كل أحبابنا في هذه القرية في صلاة العيدين وفي صلاة الجماعة وفي صلاة الجنائز اللي كانوا بيصلوها برا المسجد لضيق المسجد وفي غيرها من الاجتماعات الدينية المباركة في هذا المكان المسجد يا جماعة مش مجرد بناء طوب وحوائط لا المسجد تأسيس المسجد هداية المسجد علم المسجد تربية كما علمنا سيدنا وحبيبنا صلى الله عليه وآله صحبه سلم أظن الصورة بتتكلم عن نفسها محتاجين دعم حضراتكم أتمنى إن شاء الله بإذن الله في القريب العاجل بإذن الله نعود وقد تمم الله النعمة وصبينا السقف بإذن الله تبارك وتعالى دائما وأبدا أقول ساهم وبادر واحجز مقعدك في الجنة تقبل الله منا ومنكم صالح الأعمال موسيقى ولا تنسوا الفضل بينكم تخيلوا كده الناس اللي كانوا عايشين معنا ورحلوا الناس اللي كانوا عايشين معنا وماتوا فكرة انك تشعر ان كان ليه فضل كبير عليك وعايز ترد ليه جزء بسيط من اللي عملوا في حياته معاك سواء ابا وامه طبعا مهما نقدم ليهم مثلا ربنا يرحم الجميع ولا كاننا بنقدم اي شيء لكن فكرة ان يكون عندنا المجمع الاسلام النهاردة اللي موجود في قرية ابو المعاطي الباز ومحافظة الدهلية وتيجي تقول والله انا اتبرع مثلا بخمس تلاف او بعشر تلاف او بألف جنيه او بخمسمائة جنيه ايا كان الرقم وهو هيكون صدقة جارية لوالدي رحمة الله عليه او لامي او لاختي او لادني او لبنتي اعطاك الده من اجمل وافضل انواع الفضل وخصوصا لما يكون حد ميت مواش عايش معك لان الموضوع كده لا فيه لا رياء ولا فيه اي شيء ولا فيه مصلحة ولا ولا انت بتعمل حاجة حبا في هذا الشخص اللي مات وربنا يرحم الجميع ده المجمع الاسلامي اي حد طبعا نهارده بتفرج علينا عايز يساهم فيه بيكون من خلال الارقام اللي موجودة على الشاشة من خلال جمعية عمر ابن عبد العزيز هنتكلم اكتر مع شيخنا الفاضل والجليل شيخ وليد العويسي من علماء الاظذر الشريف اهلا بكم وليد دكتوري اعظم انواع الفضل اللي ربنا سبحانه وتعالى جعلها في ارضه فضل الاحياء على الاموات حتى ولو كانت الاموات ماتت بقالها فترة طبعا بس لسه ميزان الحسنات يرسلوا اليهم في قبرهم لما الانسان يكون بار بوالدين يتبرع لوجه الله تبارك وتعالى في بناء هذا المزج يأخذون هذا السواب كاملا ويذهب اليهم في طبق من نور ويقولون هذه هدية فلان لك من الدنيا الأرواح في القبر دكتور كما قال صلى الله عليه وسلم أن الروح تأخذ في كماشي من حرير ثم تذهب إلى بقية الناس فيتسألون فلان ماذا حدث له فيقولون ادعو له إنه في قرب أو غير زال ويسأل الروح الجديدة أفلان أتى؟ قال ادعو له فإنه مع أمه الهوية كانت سيئاته كتير فدخل النقر الجهنم لما الانسان ربنا سبحانه وتعالى يكرمه ويتفضل عليه لا ينسى فضل والديه ولا ينسى فضل أصدقائه ولا ينسى فضل من كان له فضل عليه من معلم أو صديق أو جار أو غير زالك وأحسن فضل تعمله إنك تساعد في بناء بيت ربنا سبحانه وتعالى وزي ما شفنا دكتور التقرير ده جديد في التقرير في المجمع الكبير بكارتة بالمعاط الباز لو شفنا حضرتك إحنا دلوقتي سددنا كل الحوائط الحوائط بتاعت المسج العمويد اكتملت إحنا وقفين بس على إيه؟ السقف على السقف مرحلة دي بنتكلم على إن السقف عزين وده يمكن مرحلة من أشد المراحل لأنها تحتاج مال كتير تحتاج مجهود كتير تحتاج كثير من الأياد تحتاج الحديد والحديد بيكون أغلى حاجة في البناء يعني تطرنا دلوقتي معادي 40 ألفة وغير زي تمام فإحنا مثلا عزين عشرة ولا خمسة أرتين عشان نكمل هذه المساحة الكبيرة صحيح أنا بقول لكل اللي شايفنا إنه يتصل على هذه الأركام وبقول برضو إيه؟ ولا تنسوا الفضلة بينكم ده فضل لأهلنا فضل لأهلنا اللي هم أكتر من 8000 نسمة تمام يعني تخيلها دكتور أنت لما تصلي الظهر في عز الحر اللي احنا موجودين فيه فرش حصر وقعت تصلي ما فيش ما بينك وما بين السماء سأف فتبقى الصلاة صعبة جدا أو إنك تصلي في بيتك وتنشغل بأمور الأولاد وغير ذلك لكن لما نبني لهم مسجد مسجد والمسجد الكبير ربنا سبحانه وتعالى مش جعله مجرد للصلاة فقط ده ربنا سبحانه وتعالى شرع لك إن أنت تعمله التحفيز للقرآن إن يكون فيه مستوصف للمرضى إن يكون فيه سكي ماء إن يكون فيه طعام طعام بعض الفقراء الذين لا يمتلكون شيئا بنوزع له جابات أو غير ذلك صحيح سبحان الله مولانا يعني الجزاء من جنس العمل فكرة إن حد النهاردة ولا تنسوا الفضل بينكم فيروح يتبرع في المجمع الإسلامي اللي موجود في قرية أبو المعاطي الباز مثلا لحد متوفي أو حد عايش تكون كصدقة جارية بعد المجمع ننتهي منه والناس هناك في قرية أبو المعاطي الباز يبدأوا خلاص يروح يصلوا في المسجد أو في المجمع يعني سبحان الله كل شيء كل واحد النهاردة هيدعي لأي حد يساهم فيه ولا تنسوا الفضل بينكم عبارة يعني أنا شاف عبارة عن سلسلة أو حلقات كده متكملة وبتكون سلسلة مع بعض أنت عملت وتبرعت في المجمع من أجل مثلا رد الجميل أو العرفان لأب أو الأم أو لحد عزيز عليك سواء عايش أو ميد في نفس الوقت أهلين هناك اللي بروح يصلوا بيدعو لكل واحد شارك في هذا المكان فسبحان الله زي بنقول كده الموضوع متكمل بعض ربنا يعفزكم جميعا خلينا نشوف مرة أخرى المجمع الإسلام وليه دايما احنا بتتكلم الفترة دي عن المجمع الإسلام لأنه ولذلك بنتمنى من مولى تبارك وتعالى وأهل الخير أن يتم الانتهاء منه على خير خلينا نشوف التأرير ونرجع نكامل معكم مرة أخرى مع أهل الخير الحمد لله رب العالمين بفضل الله تبارك وتعالى كما ترون الآن هذه الصورة المشرقة وضع حجر الأساس بفضل الله تعالى ورفع البناء مرة أخرى في المجمع الكبير بقرية أبو المعاطي الباز بمحافظة أدقهلية الحمد لله رب العالمين أن وفقنا لهذه النعمة ووفقنا لهذا الخير وذكرني هذا المشهد في الحقيقة بهذه الآيات القرآنية المباركة التي قالها الله تعالى في حق سيدنا إبراهيم عليه السلام وهو يرفع قواعد البيت مرة أخرى وإذ يرفعه إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل مننا إنك أنت السميع العليم اللهم تقبل مننا هذا العمل واجعله خالصا لوجهك الكريم وتقبل من عبادك المنفقين وتقبل من عبادك القائمين على هذا المسجد المبارك المؤمنين الذين وعدتهم بجنات النعيم في هذا البيت المبارك العظيم الذي حوته الكثير والكثير من أياد الإنفاق والخير الأياد البيضاء من أهل الإنفاق من حضراتكم انتقلنا في الحقيقة لنرى الصورة المشرقة التي ترونها الآن بفضل الله وقد ارتفع البناء ووقفنا على صبة السقف لهذا المسجد بإذن الله تبارك وتعالى وننتظر من حضراتكم التواصل يعني بتأتينا الكثير من التساؤلات إلى ماذا وصلتم في هذا المجمع الإسلامي الكبير الذي يخدم ما شاء الله ما يزيد عن ثمانية آلاف من الأحباب والمصلين في هذه القرية المباركة العظيمة الحقيقة هذا المسجد كان في البداية يعني قرابة الثلاثمائة متر الحمد لله رب العالمين تضاعف يعني العدد في المساحة بفضله تعالى تضاعفت المساحة كما ترون وبدأنا بفضله تبارك وتعالى في هذه المرحلة المهمة للغاية لماذا أقول المهمة للغاية لأنها تحتاج إلى الكثير والكثير من الدعم من حضراتكم دعم مادي ودعم نفسي وتدعموننا أيضا بالدعاء حتى يتمم الله الخير وحتى يبارك الله الجهود وحتى ينفع الله سبحانه وتعالى بهذا السعي العظيم الحقيقة في هذا البيت العامر من بيوت الله سبحانه وتعالى الذي ترعاه المؤسسة المباركة جمعية سيدنا عمر ابن عبد العزيز رضي الله عنه وأرضاه هذه الجمعية المباركة التي بفضل الله تبارك وتعالى قام على أمرها وعلى شؤونها مجموعة من أهل البر والإخلاص والأمانة هؤلاء الذين يعني في المجال الخير ما شاء الله تبارك وتعالى كما علمنا منذ عام 2013 بفضل الله حتى هذه اللحظة الحمد لله رب العالمين افتتح الله على أيديهم الكثير والكثير من بيوت الله تبارك وتعالى ربما لم تنتقل لحضراتكم الصورة لم ننقل لحضراتكم هذه الافتتاحات العظيمة هم دائما وأبدا يتوارون خلف المشهد ترون الحقيقة العمل ولا ترون من قام عليه لذلك نحمد الله تعالى أن سخر هذه الأياد البيضاء وسخر هذه القلوب النقية لهذا العمل وأحسب أن الله تبارك وتعالى اصطفى من عباده كما قال النبي صلى الله عليه الصحب وسلم حينما سئل عن خير الناس قال أنفعهم للناس فالحمد لله الذي نفعنا بهؤلاء الصادقين المحبين للخير ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في كل من ساهم من البداية في الحقيقة في مرحلة الإحلال وفي مرحلة الهدم قبل التجديدات الحمد لله رب العالمين وجدنا المخلصين من كل مكان على مستوى الجمهورية من أهلنا الأفاضل والله يعني تلقيت في إحدى المرات مكالمة من أم طيبة قالت والله الذي لا إله غيره أنا أتصدق الآن بيعني مبلغ ربما هو زهيد لكنه والله هو كل ما أملك 2000 جنيه لكن كل ما أملك سعيدة جدا إنها تواصلت وأنها تصدقت بهذا المبلغ الحمد لله أن هناك مصداقية الحمد لله رب العمين بين المؤسسة الكريمة وبين السادة المشاهدين الكرام ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يتمم النعمة علينا زي ما حضرتكم كنا شفتوا في التقرير المجمع الإسلامي أهلينا هناك في قرية أبو المعاطي البازك تعودين دايما يصلوا في المسجد وكان فيه قرار من الهيئة للهندسية إن المسجد خلاص باله حوالي 80-90 سنة أو 100 سنة فلابد من عملية إحلال وتجديد والحمد لله تم هاد من المسجد وفضل أهل الخير وصلنا لمرحلة لحضراتكم كده شايفينها على الشاشة وقفين دلوقتي على موضوع عايزين نخلص من سقف المجمع وعارفين طبعا طن الحديد وسواء الأسمنت أو الرمل أو الأدوات اللي بنستخدمها في البناء يعني التكلفة بتكون عالية محتاجين أهل الخير وأهل القرية حقيقي أيمين بالواجب كل شيء قادرين عليه بيقدموه شفنا نموذج قبل كده مع أهل الخير وشفنا بنت جميلة فتاة لتتعدل حوالي 11 أو 12 سنة في المدرسة كانت عاملة حصالة مخصوص وقد فتحتها بنقول لها دلي قالت ده عشان المجمع الإسلامي اللي كان اسمه قبل كده المسجد الكبير يا رب في القريب العاجل نقول نطلع كده نصور فيديو هناك وحضراتكم تشوفوه نقول تم الانتهاء من المجمع الإسلامي ممكن ربنا يكرمنا بحد من رجال الأعمال اللي بتفرجوا علينا سواء داخل مصر أو خارج مصر هو بيشوف التأريد بالصدفة كده ويشعر أن دي رسالة من ربنا ليه قولك والله أنا كنت أنا أعمل عمل خير وليأتي البرنامج ده في وشي أنا هساهم به أو أنا متكافل به عبدالعزيز هيردوا عليك ويتواصلوا معاك وبإذن الله نطلع بعد كده نصور الكلام ده نقول تم الانتهاء من المجمع الإسلامي يا رب هلنا نشوف الشيخ والدي العويسي بما أنه طبعا له يعني له كذا سفرية كده لقرية أبو المعاطي الباز واتكلم قبل كده عن المجمع الإسلامي ممكن يقولينه يهي فضلا مولانا والله يا دكتور ده فضل وكرم ربنا سبحانه وتعالى أننا في هذا البرنامج نكون بالدعاية لبناء هذا المسجد ده كرم ربنا كبير وأسأل ربنا سبحانه وتعالى أن يتكبل ولو جزء بسيط يا رب من عملنا هذا وأهل الفضل موجودين في كل مكان ونادكتور ويمكن أهل الفضل سوفم عند ربنا سبحانه وتعالى عظيم كما في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الرجل الذي سأله المولى تبارك وتعالى يا عبي ماذا فعلت وهو أصلا كم من أهل النار فقال والله يا رب أنا كنت بتاجر وكنت أكرد الناس مالا تمام اللي كان موسر كان يقدر يسيد الدين كنت أخذه منه واللي كان موسر بيعفو عنه فقال الله تبارك وتعالى أدخله الجنة فكيف لا أسامح عبدا كان مسامحا لخارك الله العدل بتاع ربنا سبحانه وتعالى حينما يقف ابن آدم أمام الله العدل إن السيئات غلبة الحسنات تمام هلك ولكن فضل الله تبارك وتعالى عليه أدخله الجنة الرجل دي كان من أهل النار ولكن كان فيه خصلة واحدة إنه كان دايما يعفو ويصفح وكان يتفضل على الناس بأنه يعفو عن هذا الدين فدخل الجنة فأسأل ربنا سبحانه وتعالى إنه يبارك في أهل الفضل وأهل الخير وأهل الصدقات وأهل النوايا الحسنة الذين يتقربون إلى الله تبارك وتعالى بصدقاته ويمكن والله دكتور أحسن صدق يقدمها الإنسان لربنا سبحانه وتعالى أن يساهم في بناء بيته بيت ربنا سبحانه وتعالى مش مجرد بناء فيه السكينة فيه الطمأنينة فيه أحسن صحبة فيه أحسن فيه أحسن أحسن كل شيء آية تهديك إلى الله سبحانه وتعالى أن تصل إلى الله سبحانه وتعالى ويخشع قلبك لربنا سبحانه وتعالى فكل هذه الأمور بتقربنا ربنا وإحنا مش عايزين حاجة من دنيتنا إلا القربة من الله سبحانه وتعالى فأنا بقول أن كل اللي شايفنا أو مطلع علينا أو شاهد هذا البرنامج أن يتصل على هذه الأركاب إن شاء الله ممكن 30 أو 41 أو واحد يقول الله يا جماعة أنا بتكفل بهذا المسجد من أوله لآخره وما ذلك على الله تبارك وتعالى بعزيزه فبادر وأسرع في الأمر ولا تسوف وحجز مقعدك في الجنة يا رب ربنا جمعنا جميعنا الشيخ وليد في الجنة مع أهل الخير اللي هم أهل الفضل الحقيقيين اللي دايما محبين للغير ومحبين لعمل الخير دايما في ناس كده لما تلهم مشيين في مصلحة غيرهم من جواه بيكون سعيد جدا بيكون فرحان يمكن لو مصلحته الشخصية ما بيكونش سعيد لو انتهت أو تمت زي ما بيكون سعيد لانتهاء من مصالح الآخرين أو أن يكون قائم على مصالح الآخرين وأعتقد ما فيش أفضل من أنك تكون قائم على بيت الله وأنك تكون بتساهم بالفعل في بناء بيت الله ربنا يا رب جمعنا جميعا في الجنة الله ما أمين واجعلكم أيضا من أهل الخير وأهل الفضل يا رب دايما بشكركم شكرا جزيلا وأيضا بشكر شيخنا الفاضل الجليل شيخ وليد العويسي من علماء الآذر الشريف دمتم في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نمول تأمين اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة